المغرب يتصفر على مخطط وطني لتصدي لأزمة الصحة العالمية وعندنا بالضبط مخطط خاص لطوارئ الصحة العالمية اللي كيشكلها فيروس أو باكتيريا كتنتقل عبر الهواء وهذا المخطط ولي كنا فعلناه في 2015 لما كانت الأزمة والانتشار ديال فيروس ديال مرس كورونا فيروس اللي كان منتشر في الشرق الأوسط وكنا نخاف بأننا بالخصوص الحجاج ومعتمرين ديالنا اللي كانوا يمشيون لنا كالعربية السعودية أنهم يجيبوننا معهم هذا المرض فهذا المخطط ما كان علينا إلا أننا نجبدوه ونحينوه ونكيفوه مع المعطاية الجديدة بحكم أن هذا الفيروس الجديد ما كان شايف في الشرق الأوسط ولكن كان في الصين وبأنه طرق الانتشار دياله والعلاج دياله والويقاية منه هي نفسها اللي كان بالنسبة للفيروس القديم فجبنا هذا المخطط وحينناه شنوك أتقول هاد الخطط الوطنية أو هاد المخطط الوطني اللي اسميناه اللي بلونا نشنال دياله وغير بوسته أو نوفو كورونا فيروس أو المخطط الوطني لليقضاء والتصدي للفيروس الجديد شنوه والأهداف دياله المخطط خاصة نعرفه أولاً البلاد المخطط كينقصن بشكل نقوله بلما ندخل فيه التفاصيل بكترة الجوج مراحل عدنا المرحلة اللولة هي هدي اللي إحنا فيها كان تهيئو أننا ندخل عدنا حالة المغرب هاد احتمال وارد جداً حالة غادي جينا من شي دولة لأنه هادا فيروس غادي جيبوا واحد معاه مرض وخانعيا ونكتشفوا في المطارات ولا شي حاجة غادي يكون يقدر يكون ذلك القيتافة الجداز ما فيها لا صخانة لا وارد وغايدوز غايدخل المغرب وغادي نكتشفوه غادي مشي طبيب ولا شي مستشفاء ولا شي مركز صحي وغادي نكتشفوه هذا هدي مسألة واردة إذن هدي المرحلة اللي إحنا فيها خصنا شنوه الهدف ديالنه هو فضل المرحلة هاد الحالة نكتشفوها بسرعة هذا هو الهدف الهدف ديالنه ماشي باش نمنعه الفيروس يدخل ما يمكن لنشن منه الفيروسات ما كتعرفش الحدود ما كتعرفش المطارات ما كتعرفش الموالي ما كتعرف حتى شي حاجة علما أننا غادي نرجعوا وذكروني نفكركم بطرق انتقال للفيروس الهدف ديالنه هو نكتشفوه الحالات موبكيرا الهدف الثاني نتكفلوا بهم في ظروف جيدة من أجل ضمان أنه هاد الفيروس ما غينتقلش الأشخاص آخرين اكدوا معايا وكان عاولوا على على النباة ديالكم وعلى الإحساس والوعي ديالكم بأنه دولة سجلات حالة ماشي هي دولة اللي في هالفيروس كيدور يعني شخص كين قل شخص بحل كين في هوبي طلاشين ولا بحل كين في كوريا الجنوبية اللي بحل الكين فيتك المناطق الشمالية ديال وكذلك حالة الإيطالية وحالة السبانيا وحالة الجزائر وحالة مصر وحالة بريزيل وحالة إيطالية ويجب أحد أصبح يوجد أحد معه أو إذا كانوا يجب أحد أحد وعاده المغرب حتى الآن وضعنا باش نعرفه حسب المعايير اللي حددنا باش نشتبه في شي واحد باللي عنده المرض او ما عندوش هاد المنظومة ممكنتنا اننا نعرفه على تسعتاش الحالة باشتبه فيها المنظومة درست الوابائي والمخطط دينا ممكننا اننا نعرفه اننا نشتبه في تسعتاش الحالة مشتبه شنو المبدأ دينا كانت تعاملوا مع الحالة كأنه حالة مؤكدة الى ان يتبوت العكس كانت شدوها وكانديروها في العزل وكانعطيوه هادك القيناع باش مي الى كان المرض مينشروش لوحد اخر وكانديروه المستشفى عندنا في كل اقليم او كل عملاء مستشفى خصصات غرفة على الاقل اللي يجيوا لها هاد الاشخاص كتستجبه واحد العدد المعايير اهمها انه تكون فيها تهوية كاملة باش ديك الهواي يتبدل وما يبقاش ما يبقاش الفيروس فى الشرم كنديوه لها ديك الصالة كيجي تقام طيبي كيلبس اللي باس اللي خصو يلبسوه وكيدير هادك الماسك اللي خاص بالعاملين فى القطاع الصحة وهادك لا تونيوه وكيدير بخالي بموك ياخد واحد العينة من الانف ومن الحلق وكي تمشي للمختبر عندنا جوش مختبرات مشهود لهم بالكفاءة الصعيد العالمي من طرف منظمات الصحة العالمية المختبر ديالفيروسات بالمعاد الوطني للصحة هنا فى الرباط والمختبر ديالفيروسات ديال معاد باستور بالضربية الشخص كيبقى قلس فى هذه القاعة حتى يمشي تحليل المختبر وقدر لها التحليل كتطلب واحد ثلاثة طالة ربعات الساعات ومنك ترجع تحليل كانت سيلبية هنا باش كنقوله سيلبية ديك الشخص كيمشي كيغادر كتوصف لها الوصفة ديالو عادي بأنه هو شخص مريض كان عنده حامل للفيروس وهذه الحالة باقي ما وقعناش فيها غادي بقى وغادي يمشي المكان آخر اللي فيه ظروف ديال عاقلوا بأن الكل الهدف ديالنا هو نحساوي والفيروس ما ينتشر كنتدو واحد الغرفة في مستشفى آخر اللي فيها ظروف أكتر وفيها أجهزة اللي كتجعل أنه الهواء كيدخول وما كيخرج الهواء كيدخول الهواء كيدخول وما كيخرج وكيتصفى وحتى الدخول والخرج لهذوك القاعات ما كتجيش ودخل مباشرة كدوس في واحد الممر واحد لصاس والتالي ديشي لي كان اللي غادي خرجو من عند ذاك المريد لا ديشي المريد كيأكل كي الفضلات دي الماكلة يبغي بدل الحواجو هذاك القناع اللي كي يرخص يتغير واحد على رأس واحد المدة ديشي توا عنده الضوابط دياله عندنا دي بخوصيدوق عندنا وطائق تقنية دي كل حاجة من هذا شي كيفاش كدر فان شمن صاك شمن لون ماشي الصفر يمشي لصاك الحمر كيفاش يتخذ كيفاش يداشنون وشنون اللي يداري إلى آخر فإذن هادا كل حالة تسعتاش درنا لهمات شي كامل ولكن ما ديناهم شل ديك لصال في هاداك المكيف ودك السميتون لأنه كلهم رجعت لنا النتيجة سلبية سلبية ما لقيناش الكورونافيروس الجديد ديك شي علاش كنقلو بأننا ما عندناش تحالة في المريد وإحنا عدنا الطيقة الكاملة في المختبرات دينا إذن كانوا عدنا تسعتاش الحالة مشتابع فيها واللي استبعدت هاشي كنظرو في الحدود الآن من النال الشيارة يمكن يكونوا أرقام أخرى مازال ما عنديش لمعطايات يمكن يكونوا شي حالات عودتاني اليوم راوم قيد تحليل ودك شي علاش مني كان بغيون تواصلوا مع الأجهزات الإعلام را ما كان قولوش بأننا عندي حالة في الونيفرسيتات انترنسيونال ضربات وحالة في سطات ورحنا ندرنا البخيليف مو وراء البخيليف مو داو في طوموبيل وراء وصل البرشيد ولا راء وصل الخميسات كان ساينو حتى نتأكدو من الحالة من النتيجة وكان قولوه إلا كانت إيجابية رأى إيجابية كانت سلبي رأى سلبي بالإضافة لهذا الشيء درنا فعلنا المراقبة الصحية على الحدود المراقبة الصحية على الحدود إحنا دول أخذت قرار أننا نبقوا ملتزمين بقواعد لوائح الصحية الدولية ما غن منعود تواحد يدخل المغرب ما غن منعود تواحد يدخل شي سيلاء أنه ما يدخلاش المغرب قرار سيادي اعتقدناه ولكن في نفس الوقت ملتزمين أننا نعزو المراقبة ديانه سواء عبر المنظومة ديالترصد الوبائي ولا في أماكن في الحدود سواء كانت الحدود ديال المطارات أو في الحدود في الموانئ أو في الحدود البرية شنو كنديروه كنسهدفو بعض الأشخاص هنا عودتاني كنوقف واحد الوقفة ديال مني كنقولوا رأى دخلت في المطار ومدت واحد مدوى معايا إلا جيتم فراسة رأى ما يدوى معك تا واحد إلا جيتم شي بلاسة وخافية حالات ديال فيروس ولكن ما منتشرش الفيروس ما كيدورش بحال شمال إيطاليا بحال واحد وقيلة البرح شي واحد تخنيت من إيطاليا وجه من الجنوب وقال لك واحدة تزناورة وإلا دك الساعة كنا نقولوا غير شمال إيطاليا اليوم عاد ولينا نقولوا إيطاليا كاملة علاش بش ما نعرقلوش لحركة سير وناخدوش إجراءات مبالغ فيها ما هو الهدف من الإجراء المراقبة الصحية أننا نعطيه لنفسنا أقصى الحدود باش إلا كانت حالة غاد يدخل نكتشفها مبكرة فإذا فنغني مشوا نقلبوا على هذه الحالات اللي جايين مشوا مكان اللي كينتشر اللي كيدور فيه الفيروس الصين إيطاليا كلها دبا وكوريا ودبا غادي يزيدوا حتى إيران إلا مشاوا الناس وتهافتوا الأخ عندهم الحق اللي قال لك بأننا ما بقيناش لقينا الماسك إحنا ما كنصحوش به إحنا كنوصيوش بالكمامة الآن موصينا بتاوحد كنديروها الواحد اللي اشتابنا فيه كنديروها التسعة عاجد الناس في انتظار ما يدرون لهم تحليلها وكيدرون الطبيب والممرض اللي كيتكلف هذا الشخص بانتظار ما يدرونه يأخذ منه العينة وصفتها المختبر وكيدرون الناس اللي في المختبر إن فاد الحالة الرائنة نحن ما مصحناش بهذا الشيء من اللي غادي ينزلوا واحد المرحلة لا قدر الله غادي يوالي وعننا حالات كثيرة لا قدر الله إننا بفاد المرحلة القادمة غادينا حالة ولي قدروا يجينا جوج ولي قدروا يجينا وثلاثة وباش نجاوب في في الباصاج الأخ لي قال لك المستشفيات وأماكن تكفول بالعلاج ولك شي عدنا في كل إقليم وفي كل عاملات ثلاثة وثمانية المستشفى كبيرة كل واحدة فيها إنصال وكما كنت جينا حالة رام عرف كنتمشي لهاديك لاصال من لي غادي ينزلوا لمرحلة لأنهم عندوا المرض مؤكد وخصنا نتحكموا التفل الهواء اللي يدخلوا ويخرج من القاعة لدينا باش نتكفلوا فوق واحد بأكثر من 16 حالة ومن لي غادي ينزلوا لمرحلة لمرض 18 بحال يواقع في الصين الصين راكت قولهم يتعالجوا في الضار لأنه ليس يكون الحالات صعبة كانوا يقولوا في واحد لالوجيك واحدة أخرى في المنطقة واحدة أخرى نحن كنا ندبروا هذه المرحلة وعدنا في المخطط دينا كيف سنقوموا في المرحلة القادمة إذن إحنا غالبين على الوضعية والإلا الحمد إذن بالنسبة للمسك إحنا ما كانوا سمشفات السعاب المسك ملي غا تكون عندنا حالة غادي نقولوا للنس اللي معا ديك المرائد اللي عايشين معا فتبارشنو والمسك اللي ديرو غادي نعطاوليهم وكاين عندنا إحنا اللي غا نعطاوليهم ما غا يمشي وشي شريوه اشتركوا في القناة